لطالما تخوف الليبيون من أن تسقط بلادهم فيما سقطت فيه بلدان أخرى كسوريا مثلاً حيث تتنهش جسمها المتهالك أطراف خارجية تخوف كان بعيداً ربما في بادي الأمر لكنه للأسف أصبح واقعاً اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها قارنت بين التدخل الروسي في كل من سوريا وليبيا مؤكدة أن لعبة حربها في البلدين سيان نفس القناصة هم من بين حوالي 200 مرتزق الروسي وصلوا إلى ليبيا في الأسبوع الستة الماضية يتبعون مجموعة فاغنر المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكريملين نفس السلاح ونفس الذخيرة ذخيرة خاصة قالت نيويورك تايمز أنها تترك ثقوباً ضيقة في الرأس تقتل فوراً وتستقر في الأبدان ولا تخرج أبداً ولا يستطيع استخدامها إلا المرتزقة الروس حسب مقاتلين تدخل الروس في ليبيا نيابة عن خليفة حفتر لم يتوقف عند القوة العسكرية فقط بل طالها إلى ما هو أنعم إلى استخدام الانترنت ومنصة التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام إلى سياستها الخارجية في ليبيا ومن تدعمه من الفاعلين فيها تقرير من باحثين في جامعة ستانفورد الأمريكية أكدوا قبل أيام التدخل الروسي في ليبيا عبر منصة التواصل الاجتماعي وإنشاء مجموعة فيغنر إحدى عشرة صفحة بموقع فيسبوك تعنى بإنشاء ومشاركة محتوى مشحون أيديولوجيا يستهدف الظهور والتأثير محليا ويدعم قائد العدوان على ترابلس ورموز النظام السابق وتنشر معلومات مضللة لكن سرعان ما رصدتها شركة فيسبوك وحذرتها من التصفح موسكو حسب تقريد نيويورك تايمز تضغط بشكل مباشر أكثر الآن لتشكيل نتائج الحرب في ليبيا ودخول المرتزقة والسلاح إنما هو مجرد واحد من أوجه الشبه مع الحرب الأهلية السورية ومخافية في ليبيا ربما يكون أعظم موسيقى 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 موسيقى